دلوقتي مشاهدين معد موجز لأهم الأخبار مع ليندا فضل ليندا شكرا شازني الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو يعني عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية شمل القرار والجمهوري كل منه هشام فؤاد محمد عبدالحليم قاسم أشرف قاسم أحمد أحمد سمير عبدالحي علي طارق النهري حازم حسن عبدالرؤوف خطاب حسن هطاب طارق محمد المهدي صديق خالد عبدالمنعم صادق صابر تقدم رئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الغربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد وفي تدوين له على صفخته رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري دعين المولى عز وجل أن يجعله عاما خير ويمن وبركات على الجميع صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعيه الثالث اليوم بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن المقرر أن يناقش المجلس ومنتهت إليه اللجنتان المشكلتان بخصوص اقتراحاتهما للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي ومن المقرر أن ينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة الثامنة عشر من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرع عنه هذا وسيصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح من تهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطنية أكدت الرئاسة الروسية رفضها القاطع لتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سالفين بأن موسكو غير مهتم بالدبلوماسية والمحادثات مع أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكراملين ديماتري بيسكوف إن وجهة نظر المسؤول الأمريكي خاطئة تمامة وفي سياق متصل قال بيسكوف إنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتنظيم مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظره الأمريكي جو بايدن وذلك في أعقاب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل مزنتساف عن انفجار لغم بحري بسفينة بخوث أوكرانية في مصب نهر الدنوب وقال المسؤول الروسي إن خطر القصف والألغام لا يسمح للسفن بالإبحار إلى عرض البحر وحملت روسيا في وقت سابق الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تواصل مع حاكم ولاية كينتاكي أندي بيشير للحديث حول الفايدانات المفاجئة في الولاية التي دمرت المجتمعات وتسببت في انقطاع الطيار الكهربائي وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن بايدن بحث مع حاكم الولاية تقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية للمواطنين في كينتاكي في أعقاب الفايدانات المدمرة كانت الفايدانات اجتاحت شرق ولاية كينتاكي الأمريكية إثرى هطول أمطار غزيرة استمرت لأيهم أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الأمنية تصدت لهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في بغداد وقال المصدر أن عناصر تنظيم الإرهابي شنوا هجوما في قضاء الطرمية شمالية العاصمة بغداد مؤشرا إلى أن القوات اشتبكت معهم وتمكنت من إبعادهم ولا ذوب الفرار نهاية منجزة ثمنا نعود لاستكمال باقي فقراء صباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر